كابتن حسن يؤسر هناك بمنتخب مصر السابق لكرة اليد كابتن حسن مساء الخير ازاي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك الله يخليك كابتن حسن يعني شوفت النتيجة النهاردة ازاي؟ يعني من اول ثانية المنتخب دنمارك كالعادة داخل قارس بلغة الكرة يعني وداخل عايز يوسع الفارق شوفت الجيم ازاي؟ طبعا هو منتخب دنمارك من مداية المباراة هو طبعا عنده خلفية كويسة جدا عن المنتخب المصري لان كلنا فاكرين المباراة اللي كانت في بطولة العالم اللي فاتت اللي هي خلصت بضربات الجزاء فداخل فيه كده في الخلفية عند المنتخب الدنمارك ان المنتخب المصري منتخب قوي فلازم تسايد عليه المباراة من اول دقيقة في المباراة وده اللي حصل عليه منتخب الدنماركي مخلاش الفارق رايب عشان يقدر يلعب بقى ريحية لان هو لما بيلعب ضد المنتخب المصري والمباراة رايبة في الجيم المنتخب المصري بيقدر يعمل فترات أثناء اللعب بيقدر يبقى ليه دينجي فيها كويس لكن الدنمارك النهاردة في توسيع الفرق الأهداف قدر إن منتخب مصري يعني كنا بنشوف اللي سكور وصل 8 وصل 9 نرجع تاني لأربعة وخمسة الأربعة والخمسة دول بالضبط كده الأربعة والخمسة دول ده معنى كده إن المنتخب المصري بيحصل له تفارات أثناء المباراة لكن هو كان عنده زي ما بنقول كده في البوكت بتاعه كان عنده حصيلة كويسة اللي هي فرق 7-8 أهداف ممشيينه بأرياحية وده عامل ضغط عليك إنت أثناء اللعب عامل ضغط عليك لإن أنت عايز ترجع للمباراة بسرعة لكن طبعا إحنا عارفين المنتخب الدنماركي من المدارس المدرسة الإسكندينفية اللي هي بتتمايز بدفعات قوية جدا بتتمايز بحراسة مرمى كويسة جدا بتتميز بالسرعة وده اللي شفناه النهاردة شفنا لندين طبعا هو مصنف يعني أنا بقى تبره أحسن حرس في العالم طبعا هو الراجل اللي تعابنا في الماتش بتاع القاهرة لندين ده برد حرسه المرمى ده بالزبط فارق فارق هو الراجل بقى له فترة فترة من الزمن تصنيفه على طول من أحسن حراس مرمى في العالم فطبيعي هو مصدر قوة جدا في المنتخب الدنماركي ودفعاته وهانسين وخبراته طبعا فطبعا شفنا النهاردة لكن ده ما يقللش مطلومة منتخبنا بالزبط كده كانت مباراة على مين يتسايد المجموعة النهاردة الدنمارك هي أول مجموعة لكن عنق الزجاجة الحقيقة هي المباراة جاية أيو مباراة السويد هل حضرتك مع ودي تنات أنا قبل ما أدخل الستوديو سمعتك أبتل حسن وجهة نظر يعني في أحد الستوديوات التحليلية إن قد يكون لقائنا مع السويد هيبقى أفضل من إن إحنا كنا طلعنا أول مجموعة وروحنا قابل المجر وحضرك طبعا أدري مني بدأ هل ده فعلا ممكن ده فعلا أحسن لنا والسويد هي صاحبة الأرض لا ما أعتقدش إنه ده أحسن لا 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 خالص أنا كنت أتمنى إن إحنا نبعد عن السويد إن السويد هي صاحبة الأرض السويد معها جمهورها السويد في بطولة العالم اللي فاتت هي وصيف بطل العالم هي فرقة مش قليلة هي لعبة الفاينال هي والدنمارك لأن الفرقتين دول اللي يكذبونا في كاس عالم اللي كان في مصر والاتنين اللي لعبوا فاينال صح فالسويد نفس المدرسة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي هي المدرسة الإسكندينفية نفس الفكرة عندهم جون باليسكا ده من بطولة العالم اللي كانت في مصر أعطاكي كان نواخد أحسن حارس مرمى في العالم آآ اندرياس باليسكا فبرضو عندها حارس مرمى كويسة قوي عندها جيل طالع كويس قوي عندها سرعات عندها دفاعات نفس الدفاعات القوية لكن ده ما يمنعش إن احنا خلاص دلوقتي هي المباراة الجاية هي نقعة ضربة القاضية فإحنا طبعا منتخب السويد ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحضر كويس ونشغل على نفسنا كويس ونذاكر السويد كويس علشان نقدر نوصل لدور دور إن شاء الله دور الأربعة ونبتدي يعني نحقق الإنجاز اللي مصر كلها مستنيها مصر كلها مستنيها كجمهور مصر مستنيها كالتحاد مصر مستنيها كإحنا لعيبة صابقين مشجعين كلنا مستنيين نفرح آآ إن شاء الله يا ربي أنا بقول للشباب لعيبة المنتخب لهم أصحابي وإخواتي وحبيبي بقول لهم إن شاء الله أنتو الموضوع في إيديكم آآ مزيد بس من التركيز لأن إحنا لو حسبنا مباراة النهاردة مع الدنمارك إحنا خسرانين كتير في الموجهات المباشرة مع الحارس لندين صد كتير أي لو ما كانش لندين صد كمية التصديات دي لقى الموتش كان بقى في الملعب فاهمني؟ أكيد أكيد طيب برضو كنا بنلاقي الحقيقة كابتن حسن الصلابة الدفاعية عندهم أقوى بكتير وفي نفس الوقت كانوا بيشتغلوا على بعض الأخطاء ويمكن التحكيم شوية في بعض الكور يعني معرفش زكا بتحسب يعني إيه هسب مثلا علينا مثلا فاول مثلا أو رمية مباشرة إن الكورة اللعب تاعد دنمارك خبطها في رجل المدافع المصري حاجة غريبة جدا فهل إحنا محتاجين مثلا يعني صلابة دفاعية وعي دفاعي أكيد حركة أعلى من بداية يعني بس أقول لحضرتك حاجة هو أصلا فرقة الدنمارك زي فرقة السويت زي فرقة النرويج الفرقة دي بتنزل في حاجة اسمها سيمترية في الأداء بتلاقي الستة اللي بيدفعوا بيدفعوا بنفس الطريقة بنفس درجة العنف بنفس 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 فده فرض على الحكم إنه يفهم إنه ده أسلوب لعب فهم مش قادر يترد الستة هو فيها من أسلوب اللعب ده قوي فيبتدي يتعامل معك على كده عكس ما يبقى لعب واحد مثلا هو اللي بيخبط أو هو اللي بيدرب هنا الحكم بيقدر يستعده لإنه هو باين إنه هو أوفر شوية عملي يعني لما كان يدخل مثلا زين أو يدخل غيره بتلاقي تلاتة عاملين سطارة على اللعب المصري هم بصراحة بيلعبوا الستة صفر يعني حتى إحنا لما بنيجي كنا بنلعب هي اسمها ستة صفر سويدي ستة صفر دنماركي طريقة الدفاع بتاعتهم مقابلة برى التسعة زائد بقى إنه فيه عمف شوية في المقابلة وفيه تخطيئة على مصاري الكورة يعني على طول بيلعبوا واحد زيادة فهمني؟ يعني إيه واحد زيادة؟ يعني آخر واحد الكورة بعيد عنه بيلم وبيخش جوى الملعب يسيب اللعيب اللي معالي إن الكورة مسافة الكورة بعيدة فيبتدي على طول تبص إنه هم زيادة في الدفاع صح ستة لعيبة بيدفع على خمسة ستة لعيبة بيدفع على خمسة فدي طريق الدفاع يعني هم متمرسين فيها وبيجدوها جدا لكن في الأول وفي الآخر إحنا كمان عندنا عناصر ما شاء الله طبعا الفترة اللي فاتت شوفنا لعيبة المنتخب المصري كلهم محترفين فاندها كبيرة حتى أداء المنتخب المصري أنا أنا شايف يعني كلعيب هندبولت صابق شايف الأداء مش بعيد قوي مش وحش قوي لكن انقصنا شوية أخطاء بسيطة جدا لازم نتدركها لفترة الجاية لأن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة المباراة الجاية الفرقة اللي هتكسب هي الأقل الأخطاء أي الفرقة اللي هتكسب صحيح مباراة السويد ومباراة مصر هي الفريق الأقل الأخطاء هو الفريق اللي مذاكر كويس هو الفريق اللي نازل عارف مفاتيح اللعب بتاعت كل فرقة ومقفلها والفريق اللي هيبتكر مفاتيح اللعب مفاجأة للفريق المنافس فأعتقد أن احنا الفترة دي أنا يعني أعتقد أن المدارب المنتخب المصري المدريف فني على دراية بكل الكلام ده هيشتغل كويس قوي لأن احنا بروندو طبعا يعني مباراة تستحق أن من دلوقتي لحد ما تيجي المباراة نعود نذاكر كويس جدا 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 لأن هي تنقلنا نقلة تانية وعايز أقول لحضرتك أن احنا نستحق بالجيل اللي موجود ده باللعبة اللي موجودة دي تستحق أن هي تكون في مكانة هندبول كويسة جدا على مستوى العالم لأن نفس هي هي اللعبة بتلعب في أندية كبيرة جدا 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 دلوقتي برضو على مستوى العالم طبعا كل التوفيق وقلوبنا ودعواتنا ليهم وإن شاء الله يفرحونا زي برضو وإنتوا كمان مفرحتونا أنا كابتن حسن شكرا جزيلا كابتن حسن يوسر نجب منتخب مصر الأسبق كورتليا